مرحبا بكم سنأخذك اليوم في رحلة إلى مزارع أو عالم الزراعة الحديث للبيض والذي يتم بتقنيات متقدمة صنعت ثورة في عملية حصاد البيض وأتمتت عملية تربية الدجاج ألقي نظرة على مزرعة الدجاج البيضة النبيدة بالحياة هذه وقد قطعت عملية حصاد البيض وتربية الدجاج شوطا طويلا من خلال دمج التقنيات المتطورة وسنرشدك في كل خطوة من هذه العملية المذهلة لنستكشف معا عملية حصاد البيض الرائعة التي أصبحت ممكنة بفضل تقنيات المزرعة الحديثة وإليك الخطوات المتبعة في أنظمة التعشيش الألية والتي أحدثت ثورة في كيفية وضع الدجاج لبيضه من خلال توفير مساحات مريحة وآمنة وتتضمن هذه الأنظمة ميزات تكنولوجية مختلفة لتحسين عملية وضع البيض وإليك نظرة فاحصة على مكونات وفوائد أنظمة التعشيش وصناديق التعشيش الألية وتتكون أنظمة التعشيش من صناديق عش ألية مصممة خصيصا للدجاج لوضع بيضه وتحاكي صناديق العش هذه بيئة طبيعية ومريحة مما يشجع الدجاج على اختيارها لوضع البيض وعادة ما يتم تصنيعها بمواد سهلة التنظيف والصيانة لضمان ظروف صحية للدجاج وسنعرض لك مثالا على صندوق عش الدجاج المميز والذي يحمل نظاما آليا لجمع البيض من صناديق التعشيش وأقفاص الدجاج يطلق على نظام صندوق العش الأوتوماتيكي ما يسمى أوتو ريست وهو نسخة محسنة من أوتو الأصلي وهو نظام مجسم عندما تضع الدجاجة بيضها في صندوق التعشيش يستخدم نظام ريست التلقائي أجهزة استشعار وتقنيات أتمتة للتعرف على ذلك ثم يتم جمع البيض ميكانيكيا والاحتفاظ به في غرفة الانتظار مما يجعلها أداة مثالية لهوات الدجاج أو المزارعين منذ ذلك الحين يقلل من الحاجة إلى الجهد البشري ويعزز كفاءة جمع البيض وتم تصميم ريست التلقائي ليكون سهل الاستخدام ويتم تثبيت أنشطة الصيانة التي أصبحت بسيطة ومباشرة من خلال ميزات مثل التنظيف التلقائي وإزالة العدوى التي يمكن برمجتها لتعمل وفقا للجداول الفردية أو التفضيلات بشكل عام يوفر ريست التلقائي استجابة إبداعية للصعوبات التي يواجهها الأفراد العاملون في قطاع الدواج كما أن ميزاته المتطويرة تجعل أداءه لا يقدر بثمن لأي شخص يحاول تحسين عمليات تربية الدجاج الخاصة به لنتابع ونستمتع معا بشكل هذا النظام وكيف يعمل ترجمة نانسي قنقر 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 اكتشاف البيض وجمعه بمجرد أن تضع الدجاجة بيضها من خلال النظام الآلي الذي يثبت وجودها وتقوم أذرعاً آلية من خلال أحزمة ناقلة بجمع البيض بلطف من الأغشاش ونقله إلى منطقة معالجة البيض مما يقلل من الحاجة إلى ذلك للعمل اليدوي ويعمل على تسريع عملية الجمع ويضمن استرجاع البيض بشكل آمن ودعنا نعرض لك مثالاً على آلة تستخدم هذه المرحلة من خلال تسليط الضوء على البيض من آلة شمع البيض وهي جهاز يستخدم في قطاع إنتاج البيض لتقييم جودته والذي يعمل من خلال تسليط ضوء إنساطع داخل البيضة مما يتيح فحص صفار البيض بحثاً عن أي تلف أو تشوهات ويمكن أيضاً استخدامها لتحديد عمر البيض وغالباً ما يحتوي البيض الطازج على خلايا هوائية صغيرة بينما يحتوي البيض الأقدم عادة على خلايا أكبر حجم ويمكن لمعدات شموع البيض الآلية أن تتعامل بسرعة وفاعلية مع دفعات ضخمة من البيض والتي يتم رؤيتها بشكل متكرر في مصانع إنتاج البيض التجارية وذلك لضمان توزيع البيض من أعلى العيارات للمستهلكين يخضع تنظيف البيض وفرزه لعملية تنظيف شاملة باستخدام آلات متخصصة في منطقة تجهيز البيض وتستخدم هذه الآلات فرشاً لطيفاً ورشاشات لإزالة أي أوساخ أو حطا من قشر البيض ثم يتم تنظيف البيض ويتم بعد ذلك فرزه على أساس الجودة والحجم باستخدام أنظمة فرز آلية ما يضمن وصول البيض عالي الجودة إلى السوق مما يؤدي إلى زيادة رضا المستهلكين وتقليل الهدر ومن أبرز الآلات المستخدمة في هذه المرحلة مجموعة الصوفو التكنولوجية المخصصة في تقديم حلول التشغيل للمزارعين وتبيع شركة البيض منصة نقالة سوفو وهو جهاز يسمى منصة نقالة المكدس ويقوم بأتمتة عملية وضع صوان البيض على منصات نقالة للشحن ويتم وضع البيض في حزام ناقل باستخدام منصة نقالة والتي يتم نقلها بعد ذلك إلى محطة تكديس حيث يتم تنظيمها في صفوف وأعمدة ثم بعد ذلك يتم رفع الكومة بوسيطة المكينة ووضعها على منصة نقالة وتتكرر العملية حتى تمتلئ الكومات ويمكن تعديل آلة الكومة لتلبية طلبات التصنيع الفريدة ويمكن التعامل مع صوان البيض بأحجام مختلفة فهي مصنوعة لضمان التعامل الآمن مع منتجات البيض الرقيقة مع زيادة الإنتاجية وخفض تكاليف العمل تعد منصة التحميل المكدسة لمجموعة سوفا مجرد مثال واحد على التزامهم بتوفير حلول مبتكرة لصناعة البيض مع التركيز على سلامة الجودة وأيضا سلامة المنتجات الآن دعونا ننغمس في عملية تربية الدجاج الأوتوماتيكية المذهلة والتي غيرت تقنيات الزراعة الحديثة طريقة تربية الدجاج وإليك نظرة تفصيلية على كل خطوة من خطوات التلقيح الصناعي وفي مزارع الدواج التجارية غالبا ما يستخدم التلقيح الاصطناعي للتربية الانتقائية والتحصين الوراثي ويقوم الفنيون المدربون بجمع السائل المنوي من الديوك واستخدام معدات متخصصة لتلقيح الدجاج مما يسمح بالتربية الخاضعة ويساعد في الحفاظ على السمات الوراثية المرغوب فيها في نسل الدجاج حضانة بيض النسل بمجرد تلقيح الدجاج يتم جمع البيض بعناية ووضعه في الحاضنات وتوفر هذه الحاضنات البيئة المثالية لتطور الجني بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة والرطوبة والتهوية وأنظمة حضانة متقدمة مراقبة وهذه الظروف والتحكم فيها ضمان لنجاح الفقس وتساعد هذه التقنية في الحفاظ على معدلات الفقس المتنسقة وتحصين كفاءة الفقس بشكل عام اشتركوا في القناة تمر الكتاكيت خديثة الولادة بعملية فرز بعد ذلك وتستخدم ألات الفرز التكنولوجيا للتصوير لتحديد الكتاكيت وفرزها بسرعة وبدقة مما يساعد على فصلها على أساس الجنس والسلالة وتبسيط العملية وضمان إدارة القطيع بكفاءة بالإضافة إلى استخدام أنظمة التطعيم الألي لإدارة لقاحات الكتاكيت على الفور لضمان صحتها وعدم مرضها ومقاومتها للأمراض والمساهمة في ممارسات الزراعة المستدامة لتحسين الكفاءة ممكنكم أن تشاهدوا روعة هذه المزارع الاستثنائية في عملية الكشف الحي عن الدجاج ومراقبته من البيض حتى يصبح فرخا كبير الآن أترككم مع العملية بأكملها مشاهدة طيبة وممتعة ونتمنىها لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر